في أي لحظة تقول أنقرة أنها قد تعود وتستانف عمليتها العسكرية نبع السلام ضد ميليشيا قسد في المناطق التي تستولي عليها شمال سوريا حتى تصل منطقتين عين العرب والقامشلي وذلك قد يأتي بعد زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث عشر من الشهر الجاري لتشمل العملية حتى مناطق انسحاب القوات الأمريكية حسب ما يرى مراقبون وسائل إعلام تركية نقلت عن مسؤولين أتراك أن كل من الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة مشيرة إلى أنها ما تزال توجد في ترفعة وعين العرب وحتى القامشلي حيث أشارت التقييمات التركية بعد تسيرها دوريات مشتركة مع روسيا إلى أن الوحدات الكردية لم تنسحب بعد اتفاق سوتشي الموقع بين أردوغان ونظيره بوتين خاصة غرب عين العرب وشرق القامشلي الأمر الذي يجعل تركيا تصر على استناف معاركها ضد ميليشيا قسد حسب ما رجحت مصادر مطلعة تكثر التحليلات والتصريحات فيما يخص المنطقة الآمنة شمال سوريا مختصون أتراك أكدوا أن مخاوف تركيا الأمنية على الحدود هو الأمر الذي سيجعلها تلجأ إلى استناف عملياتها لتبديد تلك المخاوف حتى أن تركيا قد تضطر حسب ما يرى المختصون إلى أحداث تغييرات في اتفاقاتها مع روسيا إذا استمرت ميليشيا قسد بانتهاكاتها ووجودها في المناطق المتفق عليها فهل سيشهد الاتفاق التركي الروسي ما شهده اتفاق تركيا مع الولايات المتحدة من فشل لوقف المعارك وهل ستواصل تركيا بعدها عملياتها العسكرية شرق الفرات يتساءل مراقبون